طب جهنم إيه اللي داخل فيها لا بيجد في جوه النار حاجات كتيرة جدا ودي الكارسك كبيرة يعني إيه اللي بتحتويه أسماءها أو صفها لبس أهل النار استغفر الله بيبقى فيها إيه كل الكلام ده حنعرفه بس أنا عايز أقول لكم إن لو في النار بس الحر بتاعها لكفى بها عذاب ووعز على فكرة بل إن فيها أشد منها قعرها مليء بالخنضق الملتهبة الجبال الحماية هنقول شكل الجبل إيه دوت الموجود في النار وحيات وعقارب والعزم وأقماع استغفر الله أمع من الحديد ولا عمر يخشه جواه يخشه جواه الأمع يتحذبه فيه وأغلال وأصفاض وطعام مرير وخبالة قيح وصديد ومية حرة جدا حميم وزل ومهانة وخزي وندم وحسرة حتى الكافر يتمنى إنه يكون طراب يقول إيه اللي تاني يكون طراب ما كنتش حاجة ولا يتولد أصلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نسبة نار الدنيا لنار الآخرة الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبيخبر إن نار جهنم ليست قنار الدنيا بل إن الله سبحانه وتعالى سمى نار الآخرة هي النار الكبرى الله سبحانه وتعالى قال كده الذي يصل النار الكبرى وقال تعالى كل نار جهنم أشد حرة يعني مما في الدنيا وكتير جدا من الفقهاء قال وقال على سن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ناركم جزء من سبعين جزء من نار جهنم ألف عام حتى بيضت ألف عام حتى حمرت ألف عام حتى سود فيها سوداء مصدمة قالوا يا رسول الله ألاي إن كانت نار الدنيا كافية قال فضلت عليها بتسعة وستين جزء كلهم مثل حر نار الدنيا بس نار الدنيا نار مخففة ضربت بالبحر مرتين نار الدنيا دي ضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة حرارة جهنم إنها أصلا بتأثر على جو الدنيا اللي احنا بنعيش فيها دي والحر الشديد اللي بنجده في الصيف وكان له سبب ظاهر واقتراب الشمس والكلام ده لكن فيه سبب آخر خافي وإحنا أصلا ما بنشعرش بالسبب الخافي ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بقولي اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأزلي بنفسين نفس في الشتاء للزمهرير ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر أشد ما تجدون من الزمهرير اللي في قلب الشتاء نفسين للنار سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول يجاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في أرض المحشر مع كل زمام سبعين ألف ملك يجرونها رسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم إذن لها سبعون ألف زمام وجيء يوم إذن بجهنم من أين جيء في المكان اللي قلقاه الله سبحانه وتعالى فيه جيء بها للمكان وقال إنه أرض المحشر وقال إنه أرض فلسطين المكان اللي اجتمع عليه البشر يوم القيام من أوصافها أصلا أنها بتأتي أهلها زم قلتلكوا بغتة فجأة فتبهتهم وترعبهم وتفزعهم الله سبحانه وتعالى ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطعون ردها ولا هم ينزرون مش واخدين بالهم قال لك معناها إن النار بتأتي فجأة كده مش هيشعروا بمجئها ولا هيتنبهوا ليها وتغشاهم فجأة وتلفح وجوههم النار فلا هيتقوها ولا أصلا مش عارف يدفعوها على أنفسهم ولا هم ينزرون أصلا النار لها كلام آه لها صوت آه يعني بتتكلم آه بتبصر آه النار بتبصر تتكلم النار نعم بتبصر النار نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصيران والعزب ربنا لنجينا قوله أمين ولا نشوف الكلام ده يا رب قوله أمين يا رب جاء على ساعة إيجابة ولا نشوف الحاجات دون نطلع من القبور إلى الجنان قوله أمين ولها أذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكانت وإني بتهيها بتقول يقول إني وكلت بسلاس بكل بص جبار عنيد اللي عندي صفة القفار وبكل من دعى مع الله إلها آخر اللي تبعوا مع الله ويشركوا مع الله ويحطوا مع الله خوف أو عملا أو رجاء مع الله والمصورين حديث صحيح على فكرة صحة والقلبان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها رأتهم لها بتشوفها لاعنين وبتتكلم آه زي ربنا قال في كتابه يوم ما نقوله لجهان هالم ثلاثة ترد وتقول تقول هل من مزيد فإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرة صورة الفرقان ياكف إنها بتراهم من بعيد وبقالها تغيز والكفار أصلا بيبقوا مش عارفين يعملوا إيه وتقوله وتقول هل من مزيد ترجمة نانسي قنقر